اهلا بكم في الاحهد الاقتصادي كل التقارير العالمية والارقام والاحصائيات تشير الارتفاع اجور الشحل وتكاليف تأمين البضائع مما قد ينذر بزيادة باسعار سلع وتحديد الغذاء في ظل ارتفاع الطلب العالمي بوصفها واحدة من تداعيات ازمة كورونا المزيد من التفاصيل في هذا العرض التوضيحي تشير بيانات منظمة الاغذية والزراعة التابعة لأمم المتحدة فاو الى ان اسعار الغذاء العالمية ارتفعت في ايار باسرع وتيرة شهرية في اكثر من عشر سنوات تضاف هذه زيادة الى الارتفاعات غير المسبوقة في اجور الشحن البحري والتأمين التي تنذر بازمة ارتفاع باسعار السلع والمواد الاساسية خلال الفترات المقبلة وترجع دراسات سبب ارتفاع اسعار السلع الى زيادة اسعار المواد الخام من ناحية ومن ناحية اخرى الى تحديات العرض والطلب واقبال دول المستوردة الى زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الاساسية ويضاف الى ذلك ايضا ارتفاع كلاف الشحن منذ بداية ازمة كورونا صعدت اسعار الشحن حول العالم في ظل اعتماد البرتوكولات الصحية المترتبة على تبادل ومناولة البضائع وزيادة الحاصلة في المدد الزمنية لشحن البضائع مما سينعكس سلبا على اسعارها بشكل كبير تأثرت كلاف الشحن حول العالم ايضا منذ بداية العام الحالي ووصلت نسبة الزيادة فيها الى نحو 400 في المئة اضافة الى وقف شركات الملاحة العالمية تشغيل اكثر من 50% من بواخر الحويات لغاية تقليل المصاريف الادارية والتشغيلية بعد بروز ازمة فيروس كورونا من الامثلة على ارتفاع اسعار البضائع العالمية مثلا زيادة سعر القمح لطن الواحد بنسبة تصل الى 14% عن السنة الماضية فيما ارتفعت اسعار الذرة باكثر من 80% لطن الواحد عن السنة الماضية ايضا واضاف لها تزايد اسعار الصلب والحديد لطن الواحد بنحو 30% ايضا عن السنة الماضية بشارة لانا شركات الشحنة الدولية تمتلك نحو نصف الحويات في العالم والباقي مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحويات وارتفعت ايضا معادلات التأجير للحويات الجديدة اكثر من 75% خلال الربع الثاني من العام الحالي اضافة الى ارتفاع اسعار الحويات الجديدة اكثر من 100% ايضا بعد زيادة الطلب على شراء الحويات لتعويض النقص الحاصل في السوق العالمية بالنسبة للارقام الاردنية وفقا لدائرة الاحصاءات العامة بلغت المستوردات في العام الماضي نحو 12 مليار دينار في حين يبلغ عدد الحويات التي ترد الى الاردن سنويا نحو 500 الف حاوية متكافئة مقابل 120 الف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع بشكل سنويا واسمحوا لي أن نرحب بضيوف هذه الحلقة نائب رئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي أهلا وسهلا بك أستاذ جمال وأيضا نائب رئيس غرفة تجارة عمان ونائب رئيس النقابة اللوجستية الاردنية الأستاذ نبيل الخطيبة أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل معي هنا بالستوديو وأسمح لي أن أبدأ معك أهلا وسهلا اليوم إذا أردنا أن نصف واقع الحال ما يحدث اليوم في قطاع الشحن ما الذي يحدث؟ أولا مساء الخير كل الشكر والتقدير والاهتمام بمناولة هذا الملف الاقتصادي الهام من قناة المملكة بالواقع الآثار اللي ما يحصل الآن هو أنا بسمي جنون أسعار وهذه سابقة لم تحدث بالتاريخ منذ بدء عمليات التشغيل ومنذ عقود طويلة الأسعار الآن فاقت كل التوقعات وتزيد في المرحلة الحالية عن 500 و600% عما كانت عليه طبعا هناك أسباب عديدة وراء هذا الزيادة وراء هذه الزيادة ده بتحب نستعرضها على طول أنا جاهز بداية زي ما اتفضلت بالتقرير التقرير الشامل والوافي اللي اتفضلت فيه في بداية الحلقة شركات الملاحة العالمية قامت بالفعل بتجميد وتعطيل أكثر من 50% من الأسطول البحري العامل هذا مما يدل على أنه صار فيه هناك عندنا نقص في عدد البواخر العامل على نقل الحاويات وهذا العكس كمان صار عدد الحاويات الفارغة التي تم احتجازها أثناء فترة كورونا في بدايتها في الموانئ الأمريكية والموانئ الأوروبية كانت حاويات كثيرة العدد وكبيرة تراكم وجودها في تلك الموانئ مما أدى إلى تحقق أجور تخسين مرتفع عليها السبب أدى إلى شركات الملاحة العزوف عن استلام هذه الحاويات وتركها في الموانئ لأنه إذا بدهم يستردوها بدهم يدفعوا أضعاف أسعارها كحاويات فلذا كانت تخلص منها أسهل أسهل وسيلة هذا طبعا أدى إلى نقص حاد في الحاويات الموجودة عالميا لنقل البضائع جينا كمان لموضوع الحاويات الجديدة حتى لو بدهم يعوضوا هذه الحاويات تحتاج إلى مدة طويلة للطلب للاستيراد لطلبها من الشركات الصانعة الشركات الصانعة تحتاج إلى وقت بالإضافة إلى زيادة الأسعار عالميا أسعار الحاويات زادت الجديدة بمعدلات قياسية وهناك أسباب كثيرة أولا زيادة العرض زيادة الطلب وقلة العرض الموجودة في السوق المحلي بالإضافة إلى زيادة الأسعار في خام الحديد الصلب الذي يستعمل في تصنيع الحاويات هذه كلها أسباب رئيسية أدت كمان الإجراءات يمكن الوقائية التي تم اتخاذها مع بداية أزمة كورونا في كثير الموانئة العالمية والتحفظات الكثيرة أدت إلى إحجام الكثير من شركات الملاحة إلى العمل أو الاستمرار فيها وفيه تكلفة إضافية من التعقيم للحاويات التحفظات الكثيرة على البضائع الفحوصات المخبري التي كانت تجرى البضائع التأخير في سحب هذه البضائع من الأسواق كلها كانت عوامل طاردة أو عوامل تساعد على وقف الاستيرات نعم أستاذ نبيل إذا ما تحدثنا بأرقام لكي نبسط العملية ما قبل الجائحة كم كان كلفة أو كم كانت كلفة الشحن وإلى أي أسعار وصلنا اليوم خاصة بينك وصفتها بالجنون أو جنون الأسعار بالواقع نرجع للخلف قليلا يعني مع بداية كورونا في بداية العشرين أو في نهاية 2019 الأسعار السائد التي كانت في تلك الحين لا تتجاوز 400 إلى 500 دولار للحاوي الأربعين قدم في نهاية 2019 في الربع الأول من 2020 مع بداية الكورونا وصلنا لحدود الألفين تقريبا ألفين دولار للحاوي الآن الأسعار قياسية الآن وصلت إلى معدلات من عشرة إلى 11 ألف دولار للحاوي هذا يعني وكأنه أنت في عندك ألف ضعف عن السعر مع بداية الألفين وعشرين هذا له أثار أثار سلبي كثيرة على أعلى يعني كنا نتحدث عن 400 إلى 500 دولار الحاوي الواحدة من من الصين خلينا نقول إلى العقبة أو من مواطق الشرق الأقصى إلى العقبة وأصبحت الأسعار اليوم اليوم كانت الأسعار اليوم 10.850 يعني بتحكي هذه الأسعار السائدة في بعض الموانئ أقل من الآن في الصين 10.000 وقد تصل بعض الموانئ إلى 11.000 نعم يعني سنعود إلى هذه الأسعار بالتفصيل وبشكل عام والحديث أيضا عن قطاع الشحن بشكل أكبر ولكن أذهب إليك أستاذ جمال الرفاعي نائب رئيس غرفة تجارة الأردن أهلا بك من جديد ويعني سأعود إلى نفس المحور ونفس السبب هذه الأسعار بالتأكيد انعكست على التجار بدأ التجار اليوم بإعادة التعرفة أو إعادة التسعير للبضاع مساء الخير أخي عبد الله مساء الخير لأخي العزيز نبي محنا بك موضوع الشحن والكلف الشحن موضوع معقد بصراحة وموضوع مؤرق ويبدو أنه موضوع لن ينتهي في القريب العاجل يعني في المنظور القريب لا يوجد هناك مؤشرات أن الخطوط الملاحية لديها أيني أو توجه لوضع أسعار مستقرة أو تخفيض لأسعار الشحن في مختلف موانع العالم أنا قبل ما أجيب على سؤال على سؤالك أخي عبد الله بدي بس أوضح أنه في سبب رئيسي حقيقي أنا أعتقد وراء يعني التفاعل الكبير والحاد في أسعار الشحن في العالم وهذا السبب يعني يقسم الأقسمين السبب الأول مرتبط بالصين وكونها هي التي تستحوذ على ما يزيد على 75% من التجارة العالمية وفيها تتركز معظم الصناعات بصراحة فبالتالي إذا ما تكلمنا عن 45% من إجمال التجارة العالمية يتم نقله عبر حويات و75% منها من الصين فهذا يعني أن تركيز الخطوط الملاحية سيكون لتغذية ومواكبة متطلبات المصدرين الصينيين السبب الثاني بصراحة الأسواق الأمريكية وطبيعة النمط الاستهلاكي الغير العادي اللي بمارسه المستهلك الأمريكي ارتفع الطلب الآن في الأسواق الأمريكية عند المستهلكين إلا ما يزيد على 120% حسب ما ورد من إحصائيات هذا الطلب على البضائع الصينية أدى بشكل كبير لتركيز الخطوط الملاحية على مسار بالنسبة لهم مربح اللي هو مسار الصين أمريكا فأصبح تركيز هذه الخطوط لتحقيق أرباح سهلة بمتناول اليد بالتركيز على مثل هذه المسارات بالنسبة لهم وهذا أثر بشكل كبير على التجارة العالمية وأثر على أسعار الشحن في كل موارئ العالم الآن موضوع عادة تسعير فيما يتعلق بكلف الشحن طبعا كلف الشحن ستنعكس ستنعكس سلبا على الكلف النهائي للمستهلك المشكلة اللي بتواجهنا أنه كلف الشحن تضاف إلى ما يتم اتفاق عليه من صفقة وسعر صفقة مع المزود وتصل العقبة والمشكلة الثانية أنه يتم استفاء رسوم جمهوركية عليها يعني نحن كنا تحدثنا مع الأخوة في وزارة المالية وفي الحكومة لماذا لا يتم تحديد سعر عادل لأجور الشحن لفترة ست شهر على سبيل المثال بحيث يتم تثبيت أجور الشحن لأنه ليس من المعقول أن يتم استفاء أجور رسوم جمهوركية وضربة مبيعات على مبالغ أجور الشحن قد تصل إلى 10.011.000 دولار للحاوية الواحدة فئة 40 قدم أو 6.000 أو 5.500 دولار للحاوية الواحدة فئة 20 قدم هذا من شأنه أيضاً أن يزيد الكلف والأعباء على كاهل المستهلك النهائي في الأردن فبالتالي كوضع طبيعي أنه نعم لا بد أن يكون هناك إعادة عكس للكلفة الإضافية على سعر المستورد من البضاء طيب أستاذ جمال إذا ما تحدثنا عن سعر الشحن أو كلفة الشحن بشكل عام كم تأخذ من السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك؟ يعني كم هي حصة الشحن من فعلياً سعر المستهلك النهائي أو البضاعة النهائية يعني نهاية أخي عبدالله تعتمد على نوع البضاعة إذا كانت بضاعة ذات القيمة العالية في الحاوية الواحدة تختلف عن إذا ما كانت البضاعة مواد غذائية بقيمة قليلة يعني نحن في عنا حاويات يتم استيرادها من الصين تصل قيمة البضاعة كلها فيها إلى 6 ألاف أو 7 ألاف دولار إذا ما أضفنا 10 ألاف دولار كلفة شحن فهذا يعني مضاعفة قيمة البضاعة وهناك بضائع أصلاً ذات القيمة العالية يعني لا يؤثر ارتفاع أجور الشحن فيها ارتفاع كبير ومؤثر يعني يؤثر بشكل بسيط ولكن لا يعتبر عنصر أساسي بزيادة كبيرة تظهر على الكلفة النهائية للمستهلك إذا يعتمد على نوع البضاعة وقيمتها وحجمها في الحاويات إذا ما استوردنا حاوية تحتوي على غسالات أو ثلاجات كلفة الشحن للثلاج الواحدة تختلف أما إذا قمنا باستيراد أجهزة إلكترونية صغيرة في الحاويات الكلفة تعتمد على الحجم في هذا الأمر فبالتالي الكلفة متفاوتة استناداً لقيمة البضاعة وحجمها نعم يعني سأعود إليك أستاذ نبيل وفي جزئية كان يتحدث عنها أستاذ جمال وهي رسوم الشحن التي تستوفى على سعر الشحن للبضاعة بشكل عام اليوم كم تبلغ نسبة هذه الرسوم أوضح لنا هذه الرسوم الجمهورية طبعاً الحد الأعلى من الرسوم الجمهورية للبضاعة تصل إلى 35% وبإضافة إلى ضريبة المبيعات التي هي 16% هلأ وين الخطورة التي فيها التي تفضل فيها تفضلت بالسؤال للأخي جمال أنه شو أثر الأجور الشحن على قيمة البضاعة في العرف العالمي يجب أن تكون أجور الشحن لا تزيد من 10 إلى 15% كحد أعلى من قيمة البضاعة الآن عندنا أجور الشحن صارت يمكن 150 و200 و300% من قيمة البضاعة هذه تعتبر كارثة على التكلفة النهائية لأنه الرسوم الجمهورية عندنا في الأردن يتم احتسابها على الـ CIF Value يعني التكلفة تمال البضاعة والتأمين وأجور الشحن فلذلك مثل ما تفضل أخي جمال أنا وهذا من ضمن الطروحات التي تقدمنا فيها وتم التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة وفي عنا إن شاء الله سيكون اجتماعا مع عطوف مدير عام الجمارك قريبا لطلب من الجهات الحكومية اتخاذ قرار وبشكل عاجل لأخذ سعر استرشادي محدد لا يزيد في حده الأعلى عن 3 ألاف أربع ألاف ألفين يعني يتم الاتفاق على سعر هذا سعر استرشادي لغايات احتساب الرسوم الجمهورية لأنه لا نستطيع إذا بدنا نمشي على 10 ألاف والـ 11 ألف في بضائع بالفعل قيمتها لا تزود عن 5 ألاف دولار 7 ألاف دولار فمن بالك 7 ألاف دولار يجيها 11 ألاف دولار يعني ضعف ونص قيمة البضاعة هذه في التأكيد رح يكون في لها تأثير على السلعة بالسوق وراح الأسعار تطلع برضو بشكل جنوني وراح يكون لها أثر على كثير مواد الاستهلاكية والمواد الغذائية تحديدا رح تتأثر اتنين هذا الحكي بزيادة الأسعار في كثير من التجار والصناع رح يكون فيه إحجام عن الاستيراد في المرحلة الحالية إذا صار فيه إحجام عن الاستيراد التخوف الكبير يصير فيه نقص من المواد في المواد بالسوق المواد المطروحة بقول لك التاجر أنا بدي أنتظر هذا اليوم السعر عشر تلاف دولار بجوز بكرة يصير خمسة لا بديش أجيب أفضاعة الإشي اللي أهم رأس المال اللي بدي يشتغل فيه التاجر الآن إذا كان بيشتغله بمئة ألف دولار اليوم بده يصير يشتغله بمئة ألف دولار فهو أصلا فيه ضائقة السيولي والنقضي اللي موجود بين إيديه مش عماله يفي بالغرض فما بالك إذا بده واكب الزيادة بالأسعار لأن أجور الشحن صفت بدها رأس مال لها وحدها فبالتالي هذا النقص في السيولي سينعكس على كميات المستوردة مئة بالمئة سينعكس على الكميات المستوردة فلذلك لابد من وجود حل عادل حل عادل يتم اتخاذه من دائرة الجمارك بتحديد أجور شحن عادلة لمدة مؤقتة لأنه أنا التوقعات تعطي مش شايف أنه راح يكون فيه انتراج على المدى القريب يعني سنحدث فيها بالتفصيل ولكن اليوم لنقرب المعادلة إذا كان مثلا حاوية الشحن أو الكنتينر الواحد سعر البضاعة في داخله مثلا خمس تلاف دولار كم كانت أجور شحنه في السابق ذكرت أنه كانت أربعمية وصلت ألفين فترة من الفترات وصلت ألفين دولار بس برضو حد أعلى ألفين دولار حد أعلى وصلت ألفين دولار بس اليوم بتحكي بعشر تلاف وبiedة عشر طيب الرسوم اللى كانت تستوفى عليه كم كانت تصل كانت تصل إلى يعني إذا قيمة البضاعة ألفين دولار خلينا نقول الألفين دولار بتدفع عليهم خمسين في المئة جمارك بين ضريبة مبيعات وبين رسوم جمركية يعني الألف دولار بدي أدفع الألفين دولار كنت أدفع عليهم ألف دولار جمارك اليوم إذا عالي أحد عشر ألف بدي أدفع خمس تلاف وخمسم MILL problematic جمرك 5500 دولار جمرك بس على الأثر تاع الشحن يعني نتحدث عن ارتفاع في أجور الشحن وبالتالي ارتفاع في رسوم المستوفى تمام وبالتالي أيضا ارتفاع في السلع نفسها نهائية على المستهلك نعم سنذهب إلى فاصل قصير ونعود من بعد لنكمل هذا الموضوع الشيخ مشاهدين ابقوا معنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع وما هو الأفق أمام هذا الموضوع تحديدا الاستراد والتصدير ابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادية التي نتحدث فيها عن الاستراد والتصدير وارتفاع رهيب في أجور الاستراد والتصدير بشكل عام وضيوف هذه الحلقة نائب رئيس غرفة تجارة الوردن جمال الرفاعي من جديد أهلا وسهلا بك وأيضا نائب رئيس غرفة تجارة عمان ونائب رئيس النقابة الوجستية الوردنية نبيل الخطيب أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ نبيل أهلا بك سأعود إليك بفكرة ما هي أكثر البضائع التي نستوردها اليوم في الأردن إذا بنا نأخذ بشكل هي تقريبا المواد الغذائية تعتبر من أكثر النسبة نسبة الوضاع المستورد للمواد الغذائية يليها المواد الخام التي تستعمل للصناعة والقطع الغيار وما شابه ثم تيجي المواد الخام للصناعة زي ما حكينا وفي عندك المستهلكات الطبية في المرحل الأخيرة مع الكوفيد صار فيه استيراد عليها إلى حد ما يعتبر مرتفع يعني هذه هي الرئيسية المواد الرئيسية هناك كثير من المواد لكن إذا نركز نركز على هذه ونسبة الارتفاع في الاستيراد كانت متساوية على الجميع يعني أجور الشحن لا تفرق مبين البضائع الموجودة في داخل هذه الكنتوناعات أبدا أجور الشحن لا علاقة لها إلا أجور الشحن تكون فقط تتأثر للبضائع الدينجرسكار واللي البضائع الخطرة هذه إلها شروط شحن محددة بتكون أسعار الحاويات أصلا هي بالأصل غالية فإذا كانت يمكن الحاوية 11 ألف العادية بكرة بجوزة توصل البضائع الخطرة إلى 25 ألف دولار للحاوية لأن هي أصلا كانت أسعارها ضبل فالآن هذا الخوف كمان فيه كثير من المواد التي تستعمل في الصناعات الكيموية مواد بسموها مواد خطرة دينجرسكارغو وبدها طرق شحن محددة طرق تفريغ محددة وجهات ترعى التفريغ والتحميل ومش كل الخطوط الملاحية تقبل شحن هذه البضائع هذه طبعا هي راح تكون لها تكفي إلا خصوصية معينة نعم سأذهب إليك أستاذ جمال الرفاعي وتحديدا بجزئية المواد الغذائية وهي على رأس القائبة كما ذكر ساذ نبيل بالمواد المستوردة للوردن اليوم هذه البضائع كم النسبة التي يمكن أن تتأثر فيها ارتفاعا إذا ما بقيت أسعار الاستيراد وتصدير بهذا الحجم المواد الغذائية أخي لها مرتبطة بعاملين ارتفاع المواد الغذائية أصلا المواد نفسها هناك ارتفاع كما ذكر تقرير هناك ارتفاع منذ ثمن أشهر متزايد في أسعار المواد الغذائية عالميا هذا بعيدا عن موضوع الشحن ويضاف إلى ذلك الارتفاع في أجور الشحن فبالتالي هذا سيؤثر بشكل واضح على الكلاف النهائية على المواد الغذائية المستوردة وهذا سينعكس بشكل عام على كل المستوردين في كل العالم نحن نتكلم عن الأردن لأن هذه ليست حالة خاصة وإنما هي حالة عامة الرسوم الجمهورية كما ذكرت سابقا يتم استفاءها وضربة المبيعات على البضائع وواصل ميناء العقبة فبالتالي لا بد من أن يكون هناك موقف للحكومة للحد من الكلف المرتفعة التي سترتب على أصناف محددة ومنها على رأس المواد الغذائية للتخفيف عن المواطنين موضوع الأثر لارتفاع أسعار الشحن أخي عبد الله للبضائع للمستوردين وللمصدرين الأثر بصراحة كبير إذا تكلمنا عن البضائع المستوردة للقطاع التجاري والبضائع الجاهزة الكلف ستصبح مرتفعة إذا ما قرنت في المرحلة ما قبل كورونا بالإضافة إلى توقع أن يكون هناك شح في المعروض في السوق لأن مواعيد التحميل ومواعيد الإبحار أو مواعيد الحجوزات من الأسواق الصينية تحديدا إلى الموانئ أصبحت غير منتظمة والمصداقية في إعطاء المواعيد من قبل شركات ملاحة لم تعد بدرجة كبيرة ممكن أن يكون هناك تثبيت لتحميل حاويات في شهر ستة ويتم تأجيل التحميل شهر كامل بالنسبة للقطاع الإصطناعي ما يتم استيراده من مواد أولية ومواد خام لتمكينه من التصنيع أيضا سيتعرض لنفس الموضوع مرتفاع في الكلف وأيضا عدم انتظام في جداول الإبحار نتيجة لعدم توفر أماكن الحجوزات أو حاويات فارغة لتحميل بضائعهم وهذا سيعيق خططهم الإنتاجية بالنسبة للأردن اللي بهمنا في هذا الموضوع أيضا موضوع التصدير الآن مصدرين بواجهوا مشكلة كبيرة في إيجاد خطوط ملاحية تقبل فقط قبل أن نذهب إلى موضوع التصدير يعني أريد أن أبقى في ملف الاستيراد في هذا الجزء على الأقل وتحديدا إذا ما يمكن حصر نسبة معينة من الارتفاع المتوقع على المواد الغذائية وأيضا بالتالي حتى المواد الخام التي تأتي للغذاء والصناعة يمكن أن يتم احتسابها إذا ما كان هناك نسبة هل هناك نسبة محددة لارتفاع متوقع على المواد الغذائية وأيضا المواد التي تستخدم المواد المستوردة يعني كما ذكرت لك أخي عبد الله الارتفاع أو تغير السعر مرتبط بعملين ارتفاع أو تغير السعر الأساسي من المورد نفسه كما حصل بزيت الذرة ارتفعت الأسعار بشكل كبير وغير مسبوق في الفترة الماضية نتيجة لارتفاع كلفة المادة نفسها بعيدا عن موضوع الشحن والآن أجور الشحن ستزيد من الكلف أيضا هناك سعر السكر مثلا في الشهر ثلاث وشهر أربعة سعر السكر في كما أعلن تقرير الفاو نزل حوالي ثلاث ونصف بالمئة ولم ينعكس هذا الانخفاض على السعر المحلي لأنه ترافق وتزامن مع ارتفاع في أجور الشحن موضوع الكلف المترتبة ونسبتها يعتمد على نوع البضاعة وبعد ذلك يتم احتساب كلف الشحن وفرق الأجور وما يترتب عليها من رسوم ويمكن إن شاء الله أن نقوم بعمل دراسات نحن بالمناسبة نقوم بتزويد دائما الوزارة وزارة صناعة والتجارة بتقارير أولا بأول بقراءاتنا وتوقعاتنا لفترات نقوم بإعلامهم بما سيحدث ونتوقع حدوثه في الأسواق العالمية سواء كان على صعيد الشحن أو على صعيد ارتفاع أسعار في مادة معينة نعم ماذا فيما يتعلق في موضوع التصدير كما أردت أن تتحدث حوله وموضوع البضاعة الأردنية المصدرة التصدير سيتأثر بشكل كبير بصراحة لأنه ليس من السهل الآن أن يجد المصدر مكانا أو إمكاني لحجز حاوياته على بواخر متجهة من العقبة لأن الأولوية دائما لتحميل الحاويات وإعادتها فارغة لإعادة تموضح هذه الحاويات وإرسالها إلى الموانئ الصينية أو إلى موانئ أكثر ربحية بالنسبة لشركات الملاحة والآن نواجه هذه المشكلة في الأردن بأنه جزء كبير من الحاويات وخاصة الحاويات المبردة لا يوجد موافقات من شركات الملاحة أو إعطاء أولوية البضاعة المحملة من الأردن إذا ما قارن أسعار الشحن المدفوعة من المناء العقبة إلى موانئ أخرى مقارن الأسعار التي يقوم بتحصيل خط ملاحي من موانئ أخرى أو من الصين إلى موانئ أخرى فالفرق نتكلم عن ثلاث أضعاف فالخطوط الملاحية ومن باب تحقيق الربح الأكبر بعيدا عن تحقيق توازن في التجارة العالمية يقوم بتفضيل مصالح الخط الملاحي على المصالح المرتبطة بالتجارة العالمية بشكل واضح نعم أستاذ جمالو في هذا السياق نفسه أعود إليك أستاذ نبيل وموضوع التصدير الصادرات الأردنية وتأمينها أيضا بخطوط شحن منطقية اليوم نواجه مشكلة اليوم كقطاع شحن في تصدير البضاعة الأردنية بالتأكيد هذه نقطة جوهرية هناك مشكلة ومشكلة كبيرة جدا في توفر الحاويات حتى تمكن الشركات الصانعة بالأردن من شحن المنتجات الحاويات الموجودة قد ترغب الخطوط الملاحية إعادتها فارغة إلى مثل الصين مثلا الصين هي تعتبر الآن أكبر دولة بحاجة إلى حاويات فارغة فكله إعادة بسمواري بوزيشنينج أوف انتي كونتينرز أو هي تموضع الحاويات تترجح على بلدها حتى الأجور الشحن للموانئ الأخرى لم تعد مجزية للخطوط الملاحية فهو بفضل يوضي الحاويات تعتو على البلد اللي بدوا إياها اللي بقدر يأمن لها بضائع تعود عليه بأجور شحن أعلى من السعر الحالي هاي طبعا بنعاني منها وراح يعاني منها المصدرين المرتبطين بعقود تسليم مع الشركات بالخارج لا سمح الله بجوز تكون فيها غرامات تأخير تتعرض إلها وتم التحذير من هذا الكلام كثير من الجهات وتم العمل والتواصل مع الكثير من الجهات الذات العلاقة دعونا نقول كوزارة صناعة والتجارة هم مطلعين على هذه الأمور ومخاطبة كذلك الخطوط البحرية وبنحاول جاهدين الواقع لتأمين الفرغات أو الأماكن للبضائع الصادرة من الأردن لأن البضائع الصادرة هي تعادل برضو دعمها للاقتصاد الأردني تعادل إحنا فقط مش بدنا نركز على الاستيراد هاي ترفض الخزينة الدولة بالعملة الصعبة والعدد ليس قليل إحنا عنا حوالي 120 ألف حاوية نمطية بالسنة أو متكافئة اللي بتطلع هذه بضائع كثيرة وكلها أدوية عندك في عنا مسلزمات كثيرة في عنا الفيرتالايزرز والأسمدي يعني في شغلات كثيرة الواقع إحنا بحاجة لتوفير حاويات للتصدير لذلك هي التصدير مهم بقدر الاستيراد تماما وليس بأقل من ذلك طيب اعتدنا عندما نتحدث عن الاستيراد والتصدير نتحدث عن شركات عالمية وشركات تلتزم تماما بمواعيدها وأيضا حتى موالس التأمين يعني تعوض التأخير وغيره وكل هذه التفاصيل السيد جمال تحدث عن خربطة في المواعيد وأيضا أحيانا تأجيل كما تحدث عن تأجيل يمكن أن يصل إلى أشهر بشكل عام لماذا بدأت هذه الخربطة في المواعيد ومن أين بدأت القصة؟ القصة بدأت من الصين الواقع مع بداية أزمة كورونا أزمة كورونا في البداية تخوف الكثير من الخطوط الملاحية من التباطؤ التجاري أو الاقتصادي العالمي زي ما حكينا انسحبوا سحبت بعض الخطوط البواخر تعتها وخففوا الطاقة التشغيلية الآن الصين عادت إلى الوضع الاقتصادي أسرع مما كان متوقع هذا أنا برأيي عادوا خلال فترة بسيطة وكانوا جاهزين يعني خلال يمكن بالربع الأول من 2020 أو تقريبا بالربع الثاني من 2020 هم كانوا جاهزين تماما للعجلة الاقتصادية بالصادرات في غيره فكانت هي البلد الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بالتصدير بالوقت الذي كثير من الجهات الأخرى لم تكن لا تستطيع تصدر وكانت غير عاملة طبعا توفر هذه البضائع كانت كلها متوفرة بالصين والبلد البحيدة التي كانت قد تفي بالغرض للتجارة العالمية هي الصين هو وجد حاله لحاله بالسوق تفرد بالاتخاذ القرار فلذلك الأسعار بدأت بالصعود من تلك الفترة هلأ واكبها بعد ذلك صعود الأسعار الطلب موجود الطلب العالمي وزي ما تفضل كمان أخي جمال أنه هو الاستهلاك في أمريكا ارتفع لأنه صاروا يعتمدوا على الصين الصين عندك تطلع حجم الصادرات اللي عندهم 2.5 تريليون دولار بالسنة وحجم الواردات اللي عندهم 1.5 تريليون يعني بشكله حوالي 47% أو 45% من الاقتصاد العالمي فهو الأثر اللي لعب دور كبير الصادرات الصينية والبضائع الصينية والطلب العالمي اللي عليها اللي في الوقت اللي هم كانوا يستطيعوا أن يفو وتنفيذ العقود تاعتهم وغيرهم ما كانش موجود بالساحة نعم سأذهب إليك أستاذ جمال في ظل الحديث عن مثل هذه النسب من الارتفاعات التي يمكن أن تطال أغلب المواد التي نشاهدها اليوم في الأسواق خاصة بيننا نتحدث عن مواد غذائية وأيضا حتى أغلب المواد التي يمكن أن نجدها على أرفف الأماكن التجارية أو المحلات التجارية اليوم كيف يمكن أن نوازن ما بين البضائع الموجودة اليوم بالسوق والبضائع التي ستأتي بظل هذه الأسعار العالية يعني اليوم كيف يمكن أن يضمن المستهلك فعليا بأن هذه البضائع الموجودة اليوم بالسوق والتي استوردت على أسعار لا أريد أن أقول رخيصة بما أنها كانت مرتفعة بوتيرة متسارعة ولكن البضائع التي استوردت على أسعار سابقة كيف يمكن أن نضمن اليوم حتى أنتم كورف التجارة بشكل عام كيف يمكن أن تضمنوا بأن هذه الأسعار لا تنعكس على بضائع لم تدفع هذه الكلف يعني أخي عبدالله يبدأ أكد الحقيقة نحن بصراحة التاجر الأردني تاجر ملتزم في حله وترحاله وهذا يمكن إحنا لاحظناه بالفترة الأخيرة ولاحظناه من اليوم الأول لجائحة كورونا القطاع التجاري كان عنصر أساسي وفاعل في تأمين كل حاجات المواطن الأردني والحمد لله رب العالمين ما كان المواطن الأردني حاسس إطلاقا بأنه كان فيه ظروف غير عادية وقطاع التجاري أمن ووفر كل المستلزمات اللي كان بحاجتها المواطن الأردني فهذا ليس بجديد على التاج الأردني اللي يعني بيحتر مواطنته وبعتز بأردنيته موضوع الكميات البضائع الموجودة نحن أصلا بنعاني كما ذكر أخي نبيل القطاع التجاري بنعاني من شح السيولة فبالتالي عمليات الاستيراد لم تكن تتم بكميات ضخمة أو كميات كبيرة لعمل مخزون وإنما كانت تعتمد على شراء كميات بصراحة بكميات مدروسة لتلبية حاش السوق لأنه وضع كورونا كان يلزم التجار على عدم المغامرة لأنه القادم كان مجهول يعني لم يكن هكي خطط واضحة ولا برامج واضحة معلل من قبل الحكومة متى سيكونك فتح القطاعات متى سيكونك علاق فبالتالي كان في إحجام من قبل التجار على القيام بتثبيت طلبياتهم كالمعتاد وهذا ما لمسناه في رمضان يمكن التجار اللي كانوا متعودين يجيبوا كميات كبيرة في رمضان قرروا أن يجيبوا نص الكميات لأنه كانوا خايفين من موضوع الإغلاق وإقبال الناس على الشراء وخايفين من كساد البضائع فأنا أكد لك من هون أنه ما في خوف أبدا على مواطننا وتجارنا عندهم حس عالم المواطني ولن يقوم بعمل أي شيء من شأنه أن يزيد الأعباء على المواطن الأردني خاصة في مثل هذه الظروف التي نحن بأعاني منها نعم أستاذ جمال الرفاعي وأيضا أستاذ نبيل الخطيب ابقوا معي ومشاهدينا ابقوا معنا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود من بعد لنكمل هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي نبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي وأعود إليك أستاذ نبيل الخطيب مباشرة من نفس السياق الذي كان يتحدث عنه أستاذ جمال الرفاعي قبل الفاصل وبحيث المخزون اليوم هل يمكن أن يتأثر أو هل فعلا نمتلك بالأردن المخزون الكافي من البضائع التي ذكرت والتي نستوردها بداية أخي عبد الله يعني موضوع المخزون هو موضوع شائك حتى بكورونا ومع بداية كورونا ومع حتى بزيادة الأسعار الشحن وقبل زيادة أسعار الشحن عدم الانتظام بالسوق وفترات اللي كانت الإغلاقات المتكررة التاجر كان متحفظ جدا على الاستيراد فهو المخزون صحيح فيه مخزون من المواد الغذائية موجود بكفينة مدد طويلة لكن التاجر كان متحفظ جدا بالاستيراد ما يجيب الكميات الكبيرة لأسباب كثيرة منها بدوش يزيد حجم الاستثمار تاعه بدوش يجيب مواد وما يقدر يتخلص منها وتنتهي المدة تاعتها وفي النهاية تنكب بدوش يجيبها لأن التكلفة زادت التاجر بطبعه هو لن يكون في عنده أي نوع من الجشع أنا بأيد هذه الطريقة اللي بيحكي فيها التاجر لن يلجأ إلى زيادة الأسعار على الإطلاق بدون أي مبرر زيادة الأسعار بجيهة نتيجة الأسباب فيه هناك أسباب للزيادة إذا أنا كتاجر استوردت هذه السلعة كانت تتكلفني عشرة اليوم بتكلفني خمسة عش فأنا مضطر في نفس الوقت بجوز أتنازل عن هامش الربح تاعي كنت أربح عشرين بالمية أو خمسة عش في المية ممكن أنزل لخمسة في المية ثلاثة في المية هامش الربح تاعي لكن لا يمكن أني أنا أستطيع أن أبيعها أقل من التكلفة الأسعار مع نقص المخزون نعم ستتأثر الأسواق بزيادة الأسعار وهذا ليس بسميه أنا جشع تاجر التاجر ليس جشع التاجر رؤوف رحيم هو ابن هو مواطن مثل ومثل أي واحد آخر لكن هو قد يكون مضطر نتيجة العوامل التي أثرت على زيادة التكلفة عليه ونقص المخزون فهو مضطر إلى رفع الأسعار جزء بسيط وحسب الزيادة الفعلية التي تحققت نعم طيب اليوم إذا تحدثنا عن الإجراءات التي ذكرتوها بأنه فعليا أنتم طلبتم من الحكومة مثلا إعادة النظر في رسوم الشحن وحتى يمكن تقسيم المواد المستوردة إلى فئات مواد غذائية مواد خام مواد مستهلكات الطبية وغيرها من التفاصيل ولكن مستقبل قطاع الشحن اليوم هل يمكن أن نعود لما كنا عليه ما قبل كورونا 400 دولار و 500 دولار ليا الكنتينر الواحد في الوضع الحالي أنا التوقعات تأتي لن تكون قريبا إذا بدت تكون عود الأسعار لن تعود لل400 راح ترجع لكن هذه بداية أنا بقول مش راح تكون مع بداية الربع الأول من العام القادم شركات الملاحة الآن الآن شركات الملاحة أصبحت هي يمكن الكاسب والرابح الوحيد بالأسعار اللي عملوا بتقاضوها خففوا التكاليف التشغيلية خففوا التكاليف الإدارية وزادوا الإيرادات والله شفوها شغلة تمام يعني فالخوف أن تستمر هاي الطريقة لكن بنفس الوقت راح يكون التأثير الاقتصادي راح يكون فيه تأثير على الاقتصاد العالمي بالمواد اللي هو يصير الكميات المستوردة كميات بسيطة وصير فيها شح هاي المواد هاي الخوف منها فلذلك لابد من إيجاد عوامل كثيرة هلأ بعض التفكير اللي قاعدين بنفكر فيه يعني نحن بنفكر بصوت عالي طيب اليوم أسعار الحاويات هذه الأسعار الحاويات قلعة طيب بدنا نشوف شو البديل طريقة نقل يعني قد تكون هناك بدائل نقل بالبضائع بالبواخر العامة الجنرال كارغو شبس بسموها بواخر البضائع بتجيبها ضمن صماديق ضمن كراتين ضمن بليتات يعني العمل يجب يكون نفكر بتشغيل خط ملاحي يخدم الموانئ نختارنا أربع خمس موانئ من الصين تخدم ميناء العقبة مثلا وهذا تكون فقط لميناء العقبة يتم التشارك ما بين القطاع الذي يعمل في قطاع الملاحة البحرية واللوجيسيات مع عدد من التجار والصناعيين وهذا بتصوري إذا استطعنا واليوم بدأت بعد بعض الأحاديث اليوم كان فيه إخوان طرحوا هذا الموضوع واتباحتنا وياهم عليه لكن بدنا نكمل نشوف هل هذا الحكي مجدي نبحث عن باخرة باخرتين اللي نشغلها بهذه الطريقة هذا الكلام في حال أستاذ نبيل إذا تم العمل فعلا على هذه الطريقة اليوم سينعكس السعر بالتالي على المواطن هذا بده رأس مال بده رأس مال كبير بده رأس مال كبير اثنين بدك التزام يعني بدك من يعلق الجرس هذا إذا بدنا نبدأ فيه بدك تستأجر لك يعني أقل شيء بدك تبدأ في مشروع قد تحتاج لك إلى 10 مليون 15 مليون دولار مشان تستأجر باخرتين وتشغل لأنك لا تستطع تنمع على باخرة وجوز حتى بدك ثلاثة لأنه بينما تحمل وترجع الرحلة بتوخل 60 يوم أو 70 يوم فلا أستطيع أنا أستنى 70 يوم فبدي مشان يضل الخط يكون عندي كل ثلاث أسابيع باخرة لابد من تشغيل ثلاث بواخر هذه تحتاج إلى اليوم كلها في تشغيل البواخر حتى أصبحت مرتفعة وشركات الشحن اللي أوقفت 50% من أسطولها لم تعيدوا هذه لم تعيدوا حتى هذه اللحظة لأنها رابحة لأنها تربح لأنها تربح نعم طيب سأذهب إليك أستاذ جمال الرفاعي أستاذ جمال إذا تحدثنا عن مثل هذه الأفكار وهي بالتالي التي تقلل الكلفة على المواطن طبعا بالتالي بالبداية تقلل الكلفة على التاجر فبالتالي تنعكس هذه الكلفة أو قلة هذه الكلفة على المواطنين اليوم القطاع الخاص قادر على تأمين مثل هذه السيولة ليبدأ بمثل هذه المشاريع التي يمكن أن تكون طويلة الأجل يعني تجربتنا أخي عبد الله في موضوع أن يكون لدينا خط وطني كانت تجربة فاشلة بامتياز ويمكن أخي نبيل مطلع على ملابسات وظروف ما كنا نعاني من هذا الأمر موضوع أن تكون لك سفينة عليها عالم أردني موضوع شائك ومعقد ولن نجر أي أحد من المستثمرين على القيام فيه باللحظة الحالية ضمن التعليمات والقوانين الموجودة لماذا؟ احنا خلينا نفكر خارج الصندوق شوي الموضوع اللي تفضل فيه أخي نبيل موضوع يعني ممكن تطبيقه ولكن الخوف والخشية من أنه هذا الاستثمار هل سيكون هناك ضمانات لأن يكون هناك استمراري في تشغيل هذه البواخر لأن هذه البواخر لا يتم استئجارها لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة شهر إنما يتم استئجارها بمجب عقود وعدم وجود ضمانات بأن هذه البواخر سيتم استخدامها لفترات طويلة قد تؤدي بالنهاية إلى تعرض من استثمر بمثل هذه البواخر إلى خسارات هم بغناء عنها أنا فكرتي أنه إحنا كنا منذ زمن قمنا بإعلام الحكومة بما نتوقع من هذا الأمر وعلمناه قبل أكثر من ثمان شهور بأننا نتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة جدا في أجور الشحن وكنا نقترح عليهم أن يكون هناك بحث عن أسواق بديلة يكون معنا وقت كافي نبحث عن أسواق بديلة بصراحة إحنا الآن لابد من التركيز طالما أن الأمر لن ينتهي خلال شهر أو شهرين أو ثلاث أو على الأقل في المنظور القريب لابد أن نركز على التجارة البينية بيننا وبين الدول التي نرتبط بها بشبكة برية يمكن أن نصل ببضائعنا إليهم ويمكن أن نستورد بضائعنا منهم عبر شبكات برية من شأنها أن تخفض كلف النقل هذا الأمر يدعوني للحديث أيضا عن ضرورة إحياء التعامل التجاري مع دول جوار قبل أسبوعين قمنا بمخاطبات بيننا وبين وزارة صناعة وتجارة الحصول على موافقات لاستيراد كميات من حصلتم على هذه الموافقات؟ من التضائع السورية حصلنا على موافقات ولكن كانت كميات خجولة بعد قطاع دام فترات طويلة الآن أظن أن الوقت قد حان فعلا لإعادة دراسة هذا الملف من جديد واتخاذ قرارات جريئة بضغط إحياء العلاقة التجارية الأردنية السورية لأنه بإمانة هناك بدائل موجودة في السوق السوري يمكن للمستهلك الأردن أو التاج الأردني أن يقوم باعتماد بديل وناسب للبضائع المستوردة من الصين أو غيرها بالإضافة إلى تنكين أيضا المصدر الأردني طبعا نعم وهو منامل خاصة إذا كان ينعكس من تغذير بضاعي السوريين بكلها في أقل وأيضا ينعكس على المواطن الأردني ضيوف هذه الحلقة نائب رئيس غرفة تجارة الأردن الأستاذ جمال الرفاعي شكرا جزيلا لك وأيضا نائب رئيس غرفة تجارة عمان ونائب رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيلا الخطيب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي الذي يأتيكم دائما في نفس الموعد فتابعونا دائما وناللقاء اشتركوا في القناة